السلام عليكم متابعين الأعزاء أتمنى تكونوا بخير وصفتنا النهاردة هنحضر مع بعض وصفة سمك جميلة جدا السمك الفليه هتعملي التدبيلة لذيذة بالأضعفة كمان هنعمله بدون ألي وصفة صحية لذيذة بإذن الله لما تجربوها هتعجبكم جدا أتمنى في البداية ما تنسوش دعموكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الوصفات ولو تشوفوا قناة الأول مرة يريد تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم من نقدم عليها مجموعة جديدة من الوصفات والحلويات وكمان أهم الأخبار المتدولة على السوشيال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات اللي بإذن الله ستنال أعجبكم فأتمنى لو تشوفونا الأول مرة أعملوا جولة سريعة على محتوى القناة وصفتنا النهاردة صحية ولذيذة وبإذن الله هتعجبك بعد كده مش هتيل السمك الفليه تاني يلا بينا على طول نسام الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف مقدمنا إيه أول حاجة في وصفتنا جبت كمية من الشطة بنفس الشكل ده وجبت حوالي 7 فصوص من التوم وكمية من الخضرة حسب الخضرة الموجودة عندك بقدون الشبط أي خضرة موجودة عندك بعد كده هنا التواب بتاعتنا عبارة عن شطة حرائة ممكن تستغني عنها وتستغنيها بشطة عادية وكمية من الفلفل أسود وكمان هنا معلقة من الكركم معلقة من الكمون معلقة من بوهرات السمك وكمان هنا كمية من الملح على حسب المقدار قطعت هنا المقدار الموجود معي بنفس الشكل في الكبة وبعد كده ضفت عليه التوابل دلوقتي حنضيف عليه حوالي معلقتين كبار من الخل كمان هنا ححط عليه مقدار عصي ولمونة كبيرة بنفس الشكل وبعد كده بعد ما خلص كل الكمية الموجودة معي حاخد هنا الكمية الموجودة معي ديت وحضربها في الكبة كويس وحنكمل وصفتنا بالشكل اللي حنشوفه دلوقتي مع بعض حجيب هنا كمية من البطاطس والطماطم والبصل بنفس الشكل وأطعتهم وغسلتهم كويس ودلوقتي بوسطة الأطاعة بتاعتنا هنتدي هنا نقطع كل المأضاف الموجود معي البطاطس والبصل والطماطم بنفس الخطوات بوسطة الأطاعة ممكن طبعا تستبدلي الأطاعة ديت وقابي التي أطعي هنا المأضاف بتاعك بسكينة العادية زي ما احنا شايفين أطعت البطاطس وبعد كده هقطع كل المأضاف هنا البصل والطماطم كله بنفس الخطوات وكله هقطع بنفس سكينة زي ما احنا شايفين بعد هنا ما قطعت كل المقدار الموجود معي دلوقتي هنبدأ نحضر مع بعض تدبيلة السمك ده طبعا في البداية يركع حسب كمية السمك اللي انت بتحضريه جي حطيت هنا في البداية حوالي ربع كباية من زيت الزتول بعد كده هضيف عليها معلاءة كبيرة من هنا المقدار اللي احنا ضربناه في الكبة مع بعض ونفس البهارات اللي حطيتها في الكبة هضيفها دلوقتي على قليلة السمك في البداية حطيت هنا كمية من الكوركم حوالي نص معلاءة كبيرة وحوالي ربع معلقة من الفلفل الاسود وهحط كمان هنا ربع معلقة من الكمون وحوالي كمان ربع معلقة من بحرات السمك زي ما احنا شايفين هعطي الكمية من بحرات السمك على الوصفة بتاعتنا بنفس الشكل ودلوقتي كمان هحط الكمية من الشرطة الحذائق وطبعا للي بيحب الأكل سبايسي الشرطة دي حذائق جدا فطبعا هنا لو انت ببتحبش الأكل سبايسي ممكن تستبدليها بشرطة عادية بعد كده هاديف فينا حوالي ربع كبيرة من الخل وحاديف هنا مقدار لمونة ونص هنا بنفس الشكل ده حتراها طبعا هنا هدويودي كمية اللمون لان طبعا بتخلي طعم السمك احلى ضفتي هنا مقدار لمونة ونص على الوصفة بتاعتنا بنفس الخطوات كده وهي دي تدبيلت للسمك طبعا هنا احنا كنا حاطين هنا في التدبيل بتاعتنا في البداية حاطين ملح على الوصفة بطاعتنا هزوض بس هنا كمية وسيلتها من الملح ولكن مش الوقت زي ما احنا شايفين ده السمك بتاعنا انا طبعا غسلته ونقعته في البداية نقعته في ملح ودقيه وخليه ولمون لمدة ساعتين وبعد كده شطفته وهي هنا زي ما احنا شايفين حاطناه في التدبيلة بتاعتنا ودلوقتي حنبدأ نتبدأ للسمك بتاعنا شايفين ابتديت أتبدأ للسمك بتاعنا بنفس الشكل ده وبعد كده حطيت هنا مضاب القضاب الموجود معنا هتبدأ له هو كمان مع السمك حسيب الخلطة ديت حوالي الساعة في التدبيلة بنفس الشكل اللي احنا شايفينه هقلب هنا الخلط كله مع بعضه وطبعا هنا في النهاية زي ما حنشوف دلوقتي حضيف بس شوار صغيرين من الملح عشان هنا أتأكد إن الملح كويس ولكن طبعا لو انت حط ملح كتير في التدبيلة الأولينية ممكن مضفيش ملح ضيفت شوار صغيرين من الملح وهقلب التدبيلة دي كلها مع بعضها بنفس الشكل وحسيبها لمدة ساعة كل المكونات تتبل كلها مع بعضها بعد الساعة زي ما احنا شايفين جبت دلوقتي صانية الفرن ودلوقتي حنبتدي نحط فيها كمية من الخضاف الأول في الصانية من تحت وبعد كده حنبطي أبصي هنا السمك بتاعنا فوق الخضاف أدي هنا وزعت الخضاف في صانية من تحت بنفس الشكل ودلوقتي حنبطي نحطي السمك سيضح كل كمية السمك وبعد ذلك سنضح النقل على الوش كما نشاهدت السمك بنفس الخطوات وسيجيب كمية من الخطوات وضعها على الوش وعمل الوش وإختياري عنك كمية من الفلفل الألوان ستضحها على الوش كما نشاهدت السمك باقي التدبيلة أضحها على الوش السمك طبعاً هنا السمك بتاعنا فيه كمية من زيت الزلتون لو حابة هنا تضيف كمان شوية زيت على الوش كمان ممكن تضيفه وهنا دي جبت هنا كمية من شط الألوان وحنبتدي نوزحها على وش السمك بتاعنا بنفس الشكل بعد كده احنا مولعين الفرن حناخد هنا وصفتنا وحطها في الفرن طبعاً لحد ما تستوي ادي هنا السمك بتاعنا عملنا له تدبيلة جميلة جداً وطبعاً زي ما احنا شايفين طريقة صحية وطعم لذيذ جداً بإذن الله لما تجربوا بالطريقة دي حيعجبكم ادي هنا السمك بتاعنا حناخده نحطه في الفرن وبعد كده حنشوف بقى السمك بتاعنا بعد ما يستوي زي ما احنا شايفين ادي السمك بتاعنا بعد ما استوي كل هنا المكونات تشربت من بعضها وطعم السمك جيد طعم جميل جداً بالتدبيلة والطريقة دي بإذن الله أدي سمك بتاعنا زي ما احنا شايفين مستو جميل جدا والبطاطس وباقي المكونات اللي احنا حطناها مستوية وجميلة بالطريقة دي أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وأتمنى بتنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك في القناة واستنونا بإذن الله فصفات جديدة ولو بتشوفونا الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم وأدومتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم